أهلا بحضراتكم جديد ما تخافش على الأهلي ليه؟ في اللي هتسمعوه اللي جاي لكن خلينا الأول نشوف فقرتنا ب بعضمة لسانه نعم تدفع لتلعب في الأهلي ده كلام في اعترافات بس قبل ما أدخل في المنطقة دي الحال في نقطة محتاجينها توضح شوية للكباتن الكبار أبناء النادي الأهلي اللي ما بيشتغلوش في النادي الأهلي أو اللي ما فيش فرصة عمل دلوقتي في النادي الأهلي كتير منهم بيصدف بعض البرامج فبتسمع لهم وعتاب وأحيانا ممكن يصل الأمر إلى حد اتهامات ولأنهم فعلا لعبوا في النادي الأهلي اللي احنا ما بنفرقش بين فكرة أصدول ولاد النادي ودول مش ولاد كل اللي لعب للنادي الأهلي وأخلاصله وارتبط به ودفع عنه هو ابن من أبناء النادي يستوي في هذا اللي جيه ناشئ أو اللي جيه كبير شوية ياما ناس جات كبيرة شوية هي أكثر انتماءا وإخلاصا وحبا وعشقا واحتراما وتأديرا للنادي وقيمته وجمهوره ومسؤوليه وتاريخه عن ناس لعبة من الناشئين في النادي الأهلي أو كان حظاها تنضم للأهلي وهي صغيرة في السن فما فيش تفرقة بين النقطتين أتمنى أنها تكون مش موجودة في الزهنية الأهلوية عمتا لكن فكرة اللي ما بيشتغلش ما هؤلاء شغالين دول برضو أبناء النادي الأهلي ولعبوا في النادي الأهلي لكن يبقى فيه واحد بدون ذكر أسماء يبقى شغال وتجيله فرصة يروح مدير فني لفريق كبير في الدورة الممتاز فيستأزم فيقول له روح ربنا وفقك يروح يشتغل سنة يمشي بعدها من الفريق الأول اللي كان بيدربه عايز يرجع يلاقي مكانه موجود ثم فيه آخر شغله ده ما يحصلش فيه فرصة المكان نفسه أدى عدم وجودك إلى أنه فيه حد اشتغل وحد أوكي ركب على الفرق أو شغال زي كمان ييجي واحد تجيله فرصة فيتقال له ده أنا سألت فيها كابتن خالد بيبو سين مش شغال ليه قال لي سين جبناه عرضنا عليه أنت حتبقى رقم اثنين بعد المدير الفني الأجنبي رجل ليك سلطات فنية طب حاخد كام حتاخد كذا لا طب أنا حشتغل في الإعلام كمان لا النظام اللي كنت فني ما فيش إزدواجية طب أنا عندي عرض من النادي الفلان الجديد بقى أعلى من كده خلاص تفضل بس كمان لما تروح ربنا وفقك النادي لا يكون سعيد جدا لو كل ولاده نجحين في كل الأماكن أنت بتيجي تستفيد خبرة بتاخد خبرات كافية ثم تنتقل أو تنطلق شفنا عماد النحاس في تجربة بقى مدير فني إزاي شفنا علي مهر شفنا أحمد سامي شفنا كتير جدا من أبناء الأهل المدربين والكبتن مختار والكبار بقى الكبتن مختار والكبتن عامر يعني حتى من الجيل الجديد على المستوى بتاع خشري وعماد النحاس وأحمد سامي كتير علي ماهر حسام حسن كل دول من الأجيال التالية مستقبل التدريب في مصر بشكل كبير ونكحين فأتمنى أن الناس اللي بتلوم عشان ما بتشتغل شي لأ طب ما الدنيا واسعة والرقعة كبيرة ركز أهل نفسك اشتغل على نفسك أنت مهما شغلت أستاذ أبراهيم حيبقى فيه قدر فيه أساس مش هتشتغل فيه ناس هل يشعروا بهذا الشعور مش عايزين العلاقة اللي تربطنا بالنادي الأهلي علاقة عمل أنا موجود ولا لا لأن طبعا يتمنى الأهلي أنه يستعبوا كل أبناء ودي مش عايز من أخشى لأن أنت ابنك اللي شرب منك وإداك حيكون أقدر وأكثر عطاءا لما ياخد فرصة بس طب على رأيك ما أنت بتخرج بيجي واحد برضو مكانك هتودي فين ده بقى اللي جهده اللي قابل أنه استنى ومتحركش من مكانه يعني تحضرني الحقيقة تجربة رائعة لكابتن عمر أنور ولو دور وعادل عمر رحمن عادل كان ناسكي الفرقة وراح على سموح لا بس عادل ما اشتكاش حتى لما عادل ما اشتكاش وعادل موجود بشكل آخر في التيم الإعلامي أنا بكلمك على العمر اللي موجود النهاردة هو هل بتفتكر عمر ما جالوش عروض وجاله عرض أخيرا وانتقل لتدريب أحد الأندية ما بقولك وقبل كده جاله ورافض وضحى واستنى هو أنت بتشوف الظرف أنت اللي ناسبك إيه أي والأهم حاجة لما تتوجد تدي النادي الأهلي ونسي حس ببصمتك ولما تمشي تبقى مقدر طب هو هو أنت لما بيجي لك عرض برا أنت قدمت من خلال إيه أدى أكثر النادي الأهلي بالضبط كلاعب كأداري كمدرب سمعتك ما يعني تكرس داخلك من خبرات النادي الأهلي الحصيف ما يهجمش ويشتغل يشتغل على نفسه ويقاهل نفسه لأن الحقيقة عندنا تأثير يعني دي نصيحة في عملية التأهيل نصيحة أن كل من الممتع أن تعمل في المكان اللي أنت بتحبه بس كمان ما أنت موجن الشروط بتاعت النادي اللي تلاقيها فيه برا بتفعه أكتر ما تنسبكش يعني هي اعتبارات كتير الحقيقة نتمنى أن الكل فعلا يعي هذه المسألة لأنه في الأول وفي الآخر الارتباط بالأهلي زي ما هتسمعوه من أصحابه نعمة هي مفاش خيانة لا من اللاعب ولا من نادي في النهاية النادي وبعدين يا جماعة ما هو اللي بيختار مسؤول العمل له تقييماته المرحلة اللي بيختار فيها بيختار وفقا لعناصر متر الشحاله شايف فيها الكفاءة اللي تأدي الهدف المرحلي أنا ممكن النهاردة يكون عندي أهداف مرحلية شايف المدرب فلان وعلان والإداري فلان وعلان أنسب لكن ربما يكون في مرحلة تانية عايز خبرات أفضل أكتر من حيوية الشباب هختار عناصر تانية الفكرة كلها قيمة على طبيعة المرحلة المهام المطلوبة العناصر المناسبة نتمنى الخير لكل وددنا نتمنى يلاقوا المكان اللي بيحبوها في المكان اللي بيحبوه لكن أولا وأخيرا الارتباط بالأهلي ولو مرحليا مكسب كبير جدا نتمنى الحياة كابتن سيد معاوض أو سيد معاوض واحد من الموهوبين اللي لعبوا في الجيل الزهبي وعمل تجربة هائلة جدا جدا ودلوقتي كان مع كابتن حسام البدري وكابتن أحمد أيوب في جهاز المنتخب خلاص انت اشتغلت في النادي الآلي ووقتي ما جات لك فرصة تروح للمنتخب شيء كواس ان انت رحت في المنتخب وكملت خبراتك وخدت في السيفي ان انت واحد من مدرب منتخب مصر كنت ده بيضف له ياخد تجربة تانية وان شاء الله ينجح زي غيره من اللي نجحه في الموسم الحالي اللي اعتقد للموسم التاني يبدو ابناء الاهلي من المدربين الاكثر انتشارا ونجاحا والحمد الله في مختلف الاندية هنشوف الكابتن سيد معوض كان نضيف الكابتن احمد شبير تكلم على ليه النادي الاهلي يستحق تتفعله عشان تلعب فيه نشوف الانتقال النادي الاهلي يعني الاوان بقى يعني ان احنا نكشف اصراره الان يعني مين السبب والقصة جاءت ازاي ولا بالفعل الانتقال التركياه في الاول كان عملية متفق عليها عشان تروح النادي الاهلي بعد كده خالص ولا اي حاجة انتقال التركيا جاء واحنا في كاس الأمم 2008 بعد اول مطشين فهم كانوا يمكلميني قبلها فترة فما جاء كاس الأمم ولعيب دولي دلوقتي ففرقت معهم عاركت بمبلغ عاركة من الاسماعيل من الاسماعيل بست شهور بنية البيع بس بعد ما النادي التركي اشتراني انا قلت لهم انا عايز ارجع اندفعت الفلوس من جيبي عشان ارجع النادي الالي انا دفعت 250 الف دولار النادي التركي بعد ما اشتروني ودفعوا النادي الاسماعيل ل900 الف دولار الاسماعيل كسب ما شاء الله في صفقة مكسب كبير الاسماعيل اخد مني مليون وخمسين الف فأثناء التفاوض بين النادي الالي ونادي تربزون التركي النادي ترد على حاجات كتير جدا فكان محتاج ياخد فلوس اكتر فالنادي الالي وقتها كان فيه لمت للتعاصلات فأنا قلت هدفعهم من جيبي ودفعت 250 وخمسين وقلت عدل القيا شاهد على كل الناس المبادل في النادي وخلاص لان انا كان نفسي وحلم حياتي انا اقصى من فيوم فأنا يعني الفيوم بداية السعيدة قابت من فيوم كل لعيب جوه النادي الاهلي يعني انا بالنسبة لي راح النادي الاهلي ولعيب دولي في منتخب مصر واخد كاس اوام 2008 بس انا ما دخلت النادي حسيت ان انا امتزاد اكتر بكتير يعني دخولي جوه النادي او لعبي في النادي لا فرق معي بشكل كبير جدا الاهلي يستاهل انك تدفع كنتش طول عمري ان انا عملت كده لا بالعكس يعني لو كان في مبلغ اكبر كنت هقدر بيقى عايزي يا برايب شوف انا استوقف حاجتين قادي نوعية في الاخلاص والتضحية عشان تيجي النادي الاهلي هتقول ولاد النادي ولاد مش عارف ايه شفته سيد معوان بيدفع منجيبه كام وقالك المونس سيد معوان سريعا كده كابت السيد معوان من مغاغة من الفيوم سيد معوان من الفيوم جي قعد في النادي الاهلي حوالي شهر واقترب للانتقال النادي الاهلي هو حكى دي صحيح وبعدين فجأة الهيناف الاسماعيلي والوزير عمين عمام مرة حكى قصة انه خد ود الاسماعيلي وقد النادي بتاعه اعانة ماتين وخمسين الف جنيه عشان ياخد الاستغناء هو قال الاهلي النادي الالومونيوم طلب فيه مية وثلاثين الف جنيه والاهلي وقف عند مية دخل بعد كده دخل مية واربعين لإسماعيلي دفع مية واربعين يعني هو حكاها دكتور عمارة حكاها انه تدخل ودفع اعانة عشان يودي وراح وتقلق ولكن حلم يجي النادي الان في الوقت كان موجود الأستاذ يحي حكومي رئيس النادي قبلته في أحد الفنادق في مصر الجديدة وعدت وتفاوط واتفقنا ان يديني الاستغناء بتاع الكابل كان فضله سنب في عقده يعني فضله كم شهر ويقدر يمضي في حياته وانا قلت له احنا ما نفضلش الاسلوب ده انا مسعد الشري دلوقتي بعد ما يمشي بلاش كمان كم شهر وتستفيده اه فاتفقنا والراجل وافد واتفقنا على 6 مليون جنيه 6 مليون جنيه وقتها الدولار كان ب6 جنيه يعني مليون دولار مليون دولار اه واتكلم معاه قال له لك عندي 260 ألف دولار تعمل ولا 250 قال له مستعد هتنزل عنه واتفقنا واتكتبت مسودة العقود وكلم كان الكابتن أنوس مدير النادي هات الخط متعلق هتفقين هو اختار بزكاؤه يا حكومي في مصر جديه عشان يبقى رايب من الطريق بتاع اسماعليه ما يضيعش وقت لو اتفق يقدر يجيب ويخلص في ساعته هو كان معتبرها جديل صفقة جيدة فجئنا أن كابتن أنوس غاب لكن جه ومعربيتين مليانة ناس الغطبان واللي من الداية واللي من الجمهور واللي من الإدارة واللي من الإدارة اتفر كشة العملية مفيش أقل من شه سافر معاوض لتركيا عرب نية البيع البيع بكام لإسماعيل ياخد 900 ألف دولار وكان قبليها وانت كنت هتديله مليون دولار هو هساوي هو طالع عارض بمية وخمسين ألف دولار بنيت البيع يبقى يدفع لهم 900 ألف دولار وكده لما راح نجح ممكن يكون هو سعل دي أن النادي يشتريه وعدين كابتن أنت عايزيني أنا ممكن ناجي من خلال النادي وقتها حصل حاجة طريفة كان الأستاذ خالد الدرندالي له التوقيع التاني على الشيكات أنا مسافر مش عارف حتى تفعلك فما ينفعش أخذ معايا شيك وأنا مش عارف حتى في ايه قلت له ما عايز الأستاذ خالد الدرندالي يسافر معايا يبقى عليه توقيع رئيس النادي والتوقيع التاني يتعمل هناك وقعدنا واتفقنا وإحنا قاعدين اتفقنا على كل شيء طيب الإسماعيلي كان لازم يفعل العقد وما كان لش جالهم الموافقة فرجع الإسماعيلي طلب منه تاني أنه تنازل عن المتين وستين ألف دولار ماتين وخمسين ما عرفش ليه معلق معايا المتين وستين بالفاكس وفق له فجاءت الموافقة النهية بالبيع هم قالوا احنا عايزين كذا دفعنا لهم وهو دفع وتنازل الإسماعيلي والنادي كان اتفق على المبلغ الشرط البيع وجاء الكابت السيد معوض ودفع المبلغ دفعه طيب سيد بيدفع ماتين وخمسين ألف دولار وقتها عشان يضحي يجي يلعب في النادي الأهلي شوفوا أنا بقول لكم ابن الأهلي هو الأكثر عطاء وأكثر إخلاص وأكثر انتماء وأصدق انتماء مش كلام ساعة الجد اللي يبقى بيلعب بره يتقال له تعالى يقول لك لا أصدق نكمل بره طيب كامل بره لما يمشو بره عايز يجي جوا يلاقي المكان موجود ده حصلت مع ناس بتهاجم الأهلي لكن انت النهار ده واحد بي مطلوب بره وبيتنازل على الفلوس وبيدفع ماتين وخمسين ألف دولار والمقف ده تكرر كذا مرة مع كذا حاد في ناس كتيرة دفعت الله وكابت حسين شحات حسين دفع برضه يجي 750 ألف دولار تنازل تنازل هي مستعقت كتله عشان كسل عالي باندي البطولة مع العين الإمار اه وقال لهم اذا كان ده اللي يحسم الموضوع أنا متنازل